السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا الفيديو جبت لكم اخفيف ضريف وجاني خبر هذا وينشت الخبر المفرح ان شاء الله اللي هو فتح الحدود البحرية والجوية كليا الاسبوع الثاني من شهر اوت. نبدأ في الفيديو الثاني. علمت جريدة الجالية من مصادر مطلعة ان السلطات العليا في البلاد اعطت الذوق الاخطر لفتح الحدود البحرية والجوية بسفة كاملة الاسبوع الثاني من شهر اوت مع تطبيق بروتوكور سارم وحسب ذات المسادر فان اللجنة العلمية رفعت مخترحات صاحب تجاريدة الجالية فريدة شمق جي وطلبات كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري. ومن المقرر ان تباشى شركة النقل البحري نشاطها في تنظيم رحلة دولية الثامن من شهر اوت بعد تنصيب مخابر تحاليل للكشف عن فيروس كورونا والحرص على تطبيق بروتوكور السحي الموسبه من قبل اللجنة العلمية. كما ان سيتزامن مع وصول الباخرة الجديدة بجيب مختار الى ميناء العاصمة في الرابع من شهر اوت. واضافت مسادر الجالية انه سيتم فتح ايضا الحدود الجوية بصفة كاملة ورفع عدد الرحلات الى قرابة خمسين رحلة اسبوعيا مع تطبيق نفس البروتوكور السحي السابق. في حين تقول مسادر الجالية ابقت السلطات العليا في البلاد الحدود البرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الصحي الدول المجاورة. للاشارة سبق وان رفعت المديرة العامة لجريدة الجالية مقترح رفع عدد الرحلات الجوية من وإلى جزائر الى خمسين رحلة اسبوعيا الى جانب مطلب التعجيل بتجهيز المطارات الدولية في الولايات الاخرى ووضعها تحت الخدمة وذلك تسهيل لابناء الجالية الدخول الى وطنهم بعد ان تم غلق الحدود لاكثر من سنة ونصف. وقد استجابت السلطات لهذه المطالب. الحمدل لله يا رب كي استجابوا لهذه المطالب اللي كنا نطالبوا بهم من منذ اكثر من سنة ونصف. الحمد لله. هنيئن للجالية الجزائرية ولينا كاملين. ان شاء الله ندخلوا ونشوفوا ونشوفوا احبابنا ونشوفوا اهالينا ونطلبوا من ربي سبحانه وتعالى ان يرفع الظلم ويرفع الهم ويرفع الوباء على الجزائر الحبيبة وعلى الدول الاسلامية كافة وعلينا كاملين يا رب العالمين. هنيئن لكم ان شاء الله. ان شاء الله يخرج البيان في اقرب وقت. ونزيد نشرح لكم بالتفصيل اخواني اخواتي. اترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم.